موسيقى يبدو أن المهرجان الذي يدعى باللغة الإسبانية لاس فالس كان كفيلا بأن يجعل مدينة فالانسيا محط أنظار آلاف من المقيمين والزوار على حد سوى فعلى مدى خمسة أيام تحولت ساحات هذه المدينة الرائعة إلى مكان ملأته الاستعراضات والشخصيات المصنعة من الورق والألعاب النارية كل مقاطعة من مقاطعات فالانسيا عملت على مدى عام كامل في تصميم ورسم وتلوين شخصيات الورقية بهدف الفوز بالجائزة الأولى التي تعطى للمقاطعة الأكثر تميزاً لا تتمكن من النوم خلال المهرجان عليك أن تستمتع بجميع الاحتفالات التي تقام من لا يفعل ذلك من الأفضل أن يرحل بعض الشخصيات الورقية يرمز إلى سياسيين إسبان ولكن بطريقة ساخرة والبعض الآخر يعكس مواقف هؤلاء السياسيين تجاه بعض من المسائل السياسية أما رجال السياسة غير الإسبان فقد كان لهم حصتهم أيضاً كالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمريكي باراك أوباما كل برفقة زوجته المهرجان الذي استرع اهتمام السكان المحليين كان محط إعجاب المئات من السياح أيضاً لقد وصلت للثوم هناك العديد من الأشخاص الأمر ممتع على الرغم من الدخان والأمطار أنا سعيدة جداً كثيرة هي الجوانب التي يتميز بها هذا المهرجان إلا أن الطريقة التي ينتهي بها تبقى الأكثر تميزاً فعلى الرغم من الجهد الشاق الذي بذل من أجل إنجاحه إلا أن الطريقة التقليدية لإنهاء المهرجان تبقى عبر إحراق كل هذه الشخصيات الورقية نسيم رمضان بي بي سي